مرحبا بالمشاهد الكرام في الموقع اشتاري 24 مباشرة من مدينة سيطوان معنا الاخ ياسين هو احد الشباب مدينة سيطوان لكان عنده الطموح انه يهجر الى الضفة الاخرى ولكن ساقط الاخدار انه اصيب على مستوى الاعين ديالو فوقعت له عاها مستديمة لان الاعين ديالو مسكين رامشت له بوسطة الكرة المطاطية من طرف الجيش الاسباني فهذا الاخ انه كان عنده طموح ولكن اتفاجأ بواقع اخر وحاليا هو بعض الصدمة الاولى ديال بيطالة والفاقر وريد ان يسير الى الدفاع اخرى حاليا رجع الى الارض الوطن وهو مفقود العين ديالو بوسطة هذا الرصاص المطاطي من طرف الجيش الاسباني فمرحبا بالاخ محمد عفوا اخ ياسين بشي احكي لكم القصة اللي وقعت له والعداب الشديد اللي وقع له داخل السبتة وخرج السبتة وحكى ذلك في المجتشفيات فيتفضل اخ ياسين السلام عليكم ورحمة الله موعمل اخوان انا واحد مدراري طوال حلم ديالو هاجر بلاد يخدم ويصوفي الوالدين انتم معارفين ما كينوالو واش اعنقلكم سيناي دا ميني من ناس مشى تسكتما ببدي وانا نشوفوا شني كايين وش كينوالدخلات لما سمعناه وانا كينوالو واما كينوالو اعودنا قدر الله وما شاء فعل اعودنا قدتما سعنقلكم بقاولين بالقير طاس الماء واشننسمود العينين اعود كينوالعينين اعود من المشاهدين الكراب كيفش يوقع لك وكيفش كان الحلم ديالك وهل الحلم ديالي تصغير الحلم ديالي شعنقلك كان الحلم زيوان وكارسنين عمار ونطلع في حالين اوروبا نخدام وصوفين دابا في حالي رجعت من تحت الزيرو فهمتي مني ضربوني وعيني مشى تسكتما الحمدلله لقدر الله وما شاء فعل وقدتم رجعت من الزيرو دابا فهمتي اعود من المشاهدين الكراب الحالة اللي كان الجيش الاسباني اللي كانت تعدى للمواطني واش كينش حالات اخرى لاصابة مستفافة الخطورة اعودنا وصال رسالتك للعام اللي كان يشاهدونا في الموقع كايانو اش عانقلكم هما قلتم ما الاسباني كانوا كينشوا هذا العينين لما اضننا فهمتي ربما اشي الزافد الناس كانوا معايا في صبيطار فهمتي نقطة مهمة السياسية ادكر انو قلت لي بان الجيش الاسباني كان اختصاصي انهم كي ضربوا على العينين دير الشابر الشرحكم كيفاش اخي اااااااااااااااااااااا 있다고 انو اختيص اقنيش في العينين فهمتي العداة دير الشابر انو معايا في صبيطار اوليك ان عين نفتيت اوان قالوا لي عينك مشات ساف مع عمر باقي تشوف بيها فهمتي ولكن الأمل لنا في الله الحمد لله هذا الموضوع إخواني لن يجعلون له عايش كيف تساق بلدك الخبر لأسرة لا تشاهدون أن العين تطارت مطعم الخالعة لا تصور الوالدين البوبرية لا تصدقوا لا تصدقوا صراحة تصدقوا الله لماذا أريد أن تصدقوا؟ أريد أن ألخزت فيها الدربة و لم أسمع عيني مشاثرة أنت لا تصدقوا ما هي رسالتك لعدي القدمة للشباب المغربي الذين يفكروا حاليا أنه يدفع الأخرى ما أقول لك؟ كنت أتمنى أن تصدقوا هاجار ويذهبوا في حاله ديركت وصلوا في أخوتي أما سبتا ما أبقى فيها أمور تصدقوا هاجار ديركت قصار صغير بليونس يشب رفعوا في حاله ديركت نعم المغرب فيها أفق مستقبلية كنت أتمنى أن الناس يخرجوا لن يخرجوا من الدموع وصل لرسالتك كنت أتمنى بشأن كنت أتمنى أنه أن أصدقوا فأنت أتمنى أن أشبطوا فأنت أتمنى أنهم من أجراء حاليا وتبقى العام من أجراء حاليا وإنهم من أصدقوا ويأتي أضحا ما هي المؤسسة بعدما تم نقلك الى المستشفى وان العينيك مشات وشينيك تنادي او ما تطلب كان طلب شي واحد ايدي فصيصة للعينين ايدي وقف معي والشي محسين فهمت انتم قد عارفوا الحالة اخي يسيد رسالتك ان العام لك يشاهدونا انك انت شاب من الشباب لك العام لك افاق مستقبلية واجهد واحد رسالة لان الشعب المغربي والشعب راحين بيننا وانك يمكن يسمعنا شي دكتور خصيصا سيدي العينين وعادي تطوع يعملك العملية بان اللي عز وجه ويرجع فيك امان امان وربي كبير اعطيهم الديفون لك اخي اللي بغايت اتصل بك مباشر احطيهم الديفون مرحبا مرحبا الديفون ديالي 060-06-73-80-48 عاود لهم 060-06-73-80-48 مرحبا اي واحد اللي بغايت اعاون نفسي حاجة مرحبا بيه مرحبا بيه مشيتي ان الرباط ياك احكي لهم مشيتي عن الرباط هنا في تيتوان هنا في تيتوان قطعه للآمل كتما قال لك عينك مشات ما امرك باقي تشوف بيها مني طلعت من الرباط الحمدلله اتلاقيت واحد دكتور ومراسله الحمدلله الازرق اشجال الرسالة ديالي من هنا اقول له شكرم بزاك بالله الحمدل الوالدين هو اللي ارجاع فيها شوية الرحمة قال لي قتم معينك باقي الاعمال و باقي اليقين ديالنا عند الله ان شاء الله وانطلبه الخير ان شاء الله يربي شينك تفكر حالي هنا اخي ياسيب اخي ياسيب اتفكر اي درجاع البصر ديالي الحمدلله اخي ياسيب اتفكر اي درجاع البصر اعطلها احنا احنا ماشي رسلنا قانب الغريسات نرى العام بقلب خالص ولكن اخي ياسيب شيني هي هذا الاعتداء التي تعرضت ليلوتو مقاصرين ايه شمش تقول نها النسه هذو الان يدعو بحقوق الانسان الحرب العالمية هدية في حالة فلسطين العسكار ديالنا لم يعملوا صراحة ما ضربونا موالو فهمتي بالعكس واقفين يتشوفو مكينوالو بيرو العسكار ديالهم ولي تعدوا علينا وكين هناك ضحايا سياسية وكين مكوة الدحايا ، عدينا صورة أصدر سلسك العام لي اي شيئين دون المباجر كيف يستطيعين تصادون كيف يحدثوا ما أن نقول لك ، وقال لك ، لماذا الحرب عندما تعدها ومتلك المخلوقات التي لدينا الأحدث أن ندخل الحركة وصعى مكوة أنت نعم تعدها الحرب كمنا ندخل حكاية الدمائيات ولم يكن يدها فيها السراحة. واش عا نقول لك انا قد تمام نيجات فيها رسامة بقيت يعاقل. صافي تفطنت نص بيطار ثانية درمل. يعني يعني فقدت الوعي. صافي الوعي دي فقدته تطلعت نص بيطار ثانية درمل. يعني اذا عاد. وخاسي ياسيد. اخي ياسيد. نعم. كيفاش كنت هنا تصور بمشيتي قبل ما ما وصلت نسبتها. وبعد ما ما وصلت نسبتها. يعني حلم يك وفي الاخر جاء. كان قلت سمن هناك يبالي حلم. السراحة ملي اوت انت ما ما بقى حلم. ما بقى انتظر لك سيادة كرا صافي. بنادم الله واكبر. يخلي بالحجار. فهمت. يا بحليف الحرب وصاف. حليف فلسطين. الله لدينا فلسطين التانية. وهو ما قشيروا لنا بالقيرطاس. وحامل واحد ببريته على بالقيرطاس الفري. ما شبهت سيادة المطاطي. فهمت. يعني القيرطاس الحقيقة. اه. والولد ورالي هي ده الفوتو. كده القيرطاس عنده في الركبة هنا. يجبدو هالو. سبيطار فرينكو. فرينكو. صارحة اللعاد. يعني ان الشباب المغربي انه تسون. انتgrown العيلة عائلة ببورية قطعوها هنا في سبيط عام سنة درمل عائلة بسكينة قطعوها لرجلها بصري سلت بقرة بنت قاسر قطعوا لرجلها في سنة درمل قالوا ان تم الدكاتير في سنة درمل ودراري او كاين مصاب من عينوه كانوا معايا جوجد الدراري او كاين في سنة درمل ببورية وكاين بزاف اخرين عاود نجالهم في رجلهم فهمت ممكن بزاف ضحايا في هذا الشهادة اخي ياسين اعطاوك واحد شهادة طبية نعم اخوان يكيش دورتان واحد شهادة طبية من مشتشفى هذه السنة ضلمت اللي عندو عها مستديمة انا معك اعطاوك واحد شهادة اعطاوك مستديمة ايه كما قدشوف اخوتي وقدت ما نطلبه لله يكون شي حاجة وصافي لله احنا وش ممكن لك تفكر دعم الدعوة لدد الدولة الاسبانية اه تعان قول لك داروري اثنان داروري تشوفش جمعية حقوقية داروري ما كرا ناشي ما كرا ناشي جمعية اذا حقوق الانسان تعاون معنا ونرفعه دعوة لا تشيادره اذا بقعت شي هذا اخوتي انتم ما كده عرفوا لا حوله لا قوتي الا بالله وصافي الله هذا الشي يقلم يقصي يعني شفت في الزفتوس الموت حقيقية وشفت ابني اثمات قدامي صارحة يعني اثمت من هذا الشيء اذا تصار لك داب النفسية ذلك خير نفسية ذلك ايه ايش عن قول لك دابة مغيرة صارحة ولكن الحمدالله يا ربي الحمدالله يا ربي الحمدالله يقول الوليدين ديالك ساق بلغ لكم ما هي كلمة الأخيرة خيزي؟ كلمة الأخيرة اللي قلت نقول هو وش واحد يتطوى يتعاون معنا أخوتي وشي طبيب وشي حاجة اختصاصي في العينين هيدايا وشي اللي كايناش أدعو الله والله يشاف الدراري بشاكن كامل الوالدين ديانهم الله يصبروهم الحمد لله على كل حال أخوتي أخواتي اللي يشاهدونها في المباشر هذه رشالة جد قوية من أحد الشباب مدينة تيطوان لوقعت الوحل عها مستديم على مستوى العين ديانهم بوسيطة الرصاص المطاطي الذي أصيبها الذي تم قدفه من طرف الجيش الإسباني هو ما عنده غارة في الحياة ما عنده احتشي طالب في الحياة إلا طالب واحد طلب الله عز وجل شي وحيك يسمعنا لمن محسنين لمن دكاترة أنه يتطوع ينقدل عينه لأنه ذو الأمل يبقى له ما بقي شي شي أمل أخر من الله عز وجل وشي محسن أنه وهذه رسالة رسالة جد يعني هو تد معديره ما بغاش يطلقون عنده وحسب قولي ما عند الله عز وجل والتريفون دياله مباشرة راح نقلنا عاود للمتريفون السعادين 06-06-73-86-48 06-06-73-48-86 وحد الناس اللي يسمعنا المحسنين شمش ده وجههم شي شي طالب آخر طالب آخر طالب قل نتمنى من عند ربي إن شاء الله شي محسنين يدي يتطوع يتعونوا معنا وعلى مولانا إن شاء الله يا ربي والحمد لله من جاتي ده الحمد لله يا ربي والله يعني يعني رسالة جد قوية أخواتتي من هذا المباشر نطلبوا الله كل شي واحد يسمعنا وأن الشعب المغربي الشعب حنون فيما بينهم نتمنى والله العالم كان ناديكم هالنداء من قلبي خالص الشاب كان عنده طموح الحمد لله جبروا حالعائلة اللي كدواسيه مع العلم هي اللي كتصبروا كدواسيه والإمكانية هي جد ضعيفة والله عالم ما أقول نتمنى والله عادوا تسمعونا وشي شي دكتور شي اختصاصي لسو أفضر بي ذا في الربار أنه يتكلف بإجراء العملية دي هالشاب لي عاهد الله أنه يش يبدأ حياة جديدة في المغرب مهمك شي دعمل أي خدمة دعم لك هالشاب اي خدمة هالشاب اخدنا تريسيان ضده يعني تريسيان ضده اه وكتم ما أجبار ناشي الخدمة هنا صراحة هذا بوحل عينينا ما كنش اللي يخدمك عاود هنمسي راسعيب هل يجب الله شي واحد ينطب لك عينك؟ ان شاء الله نخدمه ها صافة في موقع جميع الفكر في أوروبا صافة يعني هذا 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 حمدو اللي يجايد ربك يبغينا الحمد لله لا حول ولا قوتي أخوتي أخوتتي فإلى اللقاء في مباشر آخر إن شاء الله لأن الشبه هذا أعطى الله وحص صبر كبير أعطى الله عز وجل وحص صبر كبير إلى عجبكم الفيديو لا تنسوا اشتركوا الجامعة وتشاركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد